تهديد مباشر وجهته إيران إلى إسرائيل عبر منبر الأمم المتحدة بأنها سترد على الاعتداءات التي تشنها في سوريا ولبنان الموقف الإيراني جاء بعد جلسة لمجلس الأمن دعت إليها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى على خلفية اتهامها لإيران بالمسؤولية عن الاعتداء على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل عمان أعمال إسرائيل غير القانونية تشكل تهديدا جديا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين وكان آخرها الغارات الجوية على لبنان هذه انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة ولن تمردون عقاب وفيما كررت إيران نفي مسؤوليتها عن حادثة السفينة أكدت بريطانيا أن لديها أدلة دامغة بوقوف طهران وراء الهجوم السفيرة البريطانية قالت أنها أطلعت مجلس الأمن على الأدلة التي تتضمن حطام طائرة مسيرة إيرانية الصنع استخدمت لضرب السفينة نحن نعلم بالأدلة أن إيران مسؤولة عن هذا الاعتداء نحن واثقون بناء على تقييمنا للحطام الذي جمع من السفينة بأن الجهاز المستخدم في الاعتداء كان إيرانيا وهو طائرة مسيرة تصنع فقط في إيران مجلس الأمن سيعود إلى بحث مسألة أمن الملاحة العالمية في جلسة علنية الاثنين يرجح أن تعقد على مستوى وزري التصعيد في الهجمات ضد السفن في المنطقة وكبه تصعيد ديبلوماسي في مجلس الأمن بين إسرائيل والدول الغربية من جهة وإيران من جهة أخرى رسالة طهران كانت واضحة بأنها معنية بالتحرك عبر كل جبهات في المنطقة ومن بينها سوريا ولبنان من الأمم المتحدة في نيويورك نبيل أبي صعب العربي